الحقيبة الرشيقة مبادرة طرحتها التربوية جهان الأحول في محافظة العقبة لتقليل عدد الكتب التي يحملها الطالب في كل مرة وتقسيم المناهج بشكل عملي على الأشهر الدراسية كتاب واحد يضم عدة مواد دراسية بحيث يتم تقسيم المناهج للمواد كافة شهريا ما يخفف عدد الكتب التي يحملها الطالب كل مرة في خطوة قد تشكل حافزا له أيضا طلعت على النموذج الذي قامت به سيدة جهان وكان نموذجا حقيقة مقنعا لكتربوي حيث يحتوي الكتاب الواحد على مجموعة من المقررات في عدة مواد دراسية بمعنى أن الكتاب الواحد فيه درسان أو أكثر من اللغة العربية أو من العلوم أو من الرياضيات أو من الاجتماعيات كل ذلك موجود بين دفتي كتاب واحد وهو كتاب رشق حقيقة هذا يوحد الخطة الدراسية للمعلمين زمنيا بحيث أن كافة المدارس تصبح في هذه الحالة تتوحد خطتها وتسير جنبا إلى جنب مع هذا الكتاب صاحبة مبادرة الحقيبة الرشيقة جهان الأحول تسعى إلى أن تحصل مبادرتها على الدعم بغية تطبيقها في المدارس وذلك بعد أن قدمت نموذجا لها لمديرية التربية والتعليم في العقبة أتمنى أن هذه المبادرة تلاقي النور وتظهر وتساعد المجتمع المحلي بأنها تطبق لأننا حضرنا العينة والآن نحتاج إلى دعم لتطبيقها على المدارس التربوية جهان تأمل أن تجد مبادرتها الاهتمام الرسمي بحيث يتم تطبيقها مع خلول العام الدراسي المقبل